اشتركوا في القناة اتقل لا لقدر الاستطاع مريض منذ صغر بحب تفريغ الشهوة في تشبه بالنساء ولبس اشياء هن فهل عليه اسم مع الالتزام امتنع فعليا عن هذا الدقيق ولكن بقية افكار الزل للنساء وتشبه بهن مع امكانية خروج مني او مازي فهل عليه اسم هل التمادي في الافكار فقط دون انزال عليه اسم وان كان الحل في الزواج فهل يخبر زوجته او يستطيع ان يمارس معها التشبه انو فقط ارجو الاجابة بالتفصيل فكم تابة والله من هذا الداء ولكن غلبته نفسه فما زال يصرف غالب شهوته فيه افيدونا فانا والله اخشى على ديني هنا في واحد بعت سؤال ان في واحد ملتزم لكن عنده مرض التشبه بالنساء وقال كده لو حبي يتجوز يخبر مراته بالموضوع ده ولو حبي يمارس معها التشبه بالنساء وهي وفقت هالجائز ولا لأ وخلينا نشوف الاجابة جاءت شريعتنا بتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال بل وجاء التغليز في النهي عن ذلك حتى لعن النبي ولائك المخالفين للفترة التي خلقهم الله تعالى عليها فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي لعن المخنسين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري الرد بيقول ان الشريع بتحرم تشبه الرجال بالنساء او تشبه النساء بالرجال وذكر دينا حديث عن الرسول لعن المخنسين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم والحديث ده في البخاري لكن الحديث ده ليه كمالة اللي بيجاوب السؤال شلها متعمد وشوفوا معايا كمالة الحديث يقول لعن النبي المخنسين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم قال فاخرج النبي فلانا واخرج عمر فلانا وفتح الباري بشرح صحيح البخاري اخرج النبي انجشا واخرج عمر فلانا وانجشا هو العبد الاسود الذي كان يحدو بالنساء طيب الرسول والصحابة كان في بيوتهم مخنسين ليه وخلينا نكمل الإجاب ولا شك ان من ابيان مظاهر تخنس الرجل لبسه ما تلبس النساء وتقليد لهن في عددهن فعن ابو غريرة قال لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه ابو داود وصحاه النواو الألباني الى اخر التصوح قدامكم يعني هنا بيقول ان الرسول لعن الرجل اللي يلبس لبس مراته والعكس الست تلبس لبس الرجالة طيب نشوف ليه الرسول كان بيلبس مراته عائشة ويتشبه بالنساء هشوفوا معي الحديث دا وكمان تصحيحه هيكون قدامكم على الشاشة ان ابا بكر استأذن على رسول الله وهو مضجع على فراش ولابس مرات عائشة فأذن لابي بكر وهو كذلك فقضى اليه حاجته ثم انصرفه ثم استأذن عمر فأذن له وعلى تلك الحالة لابس المرات يعني فقضى اليه حاجته ثم انصرفه قال عوثمان ثم استأذن عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك سيابك فقضيت اليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم اراك فزعت الابي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعوثمان قال رسول الله ان عوثمان رجل حيي اني خشيت ان ازنت له على تلك الحال ان لا يبلغ لي حاجته وطبعا التصيح قدامك على الشاشة ايه اللي يخلي الرسول يلبس مرت عائشة ويستقبل الناس وهو لابسه على فراشه دخل ابو بكر عادي دخل عمر برضو عادي جدا بس اول ما عوثمان حاب يدخل قال لها جماعة عليك السيابك انا مش عارفة برضو هي كانت قاعدة ازاي اصل عوثمان ده عنده حياة والرسول طبعا كان لابس ايه مرت عائشة في البيت على السرير هل ده مش ملعون ومتشبه بالنساء ولا الكلام بس يمشي على الناس وخلني انكمل ايه الاجابة وقال المناوي رحمه الله فيه كما قال النووي حرم التشبه الرجال بالنساء وعكسهم لانه اذا حرم في اللباس ففي الحركات والسكنات وتصنع بالاعضاء والاصوات اولى بالزم والقبح فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه في لباس اختص به المشبه بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن طيب هنا الرسول كان بيلبس مرت عائشة هل موعود باللعن قالي انكمل الاجابة از تقرر هذا علي من ان حكم الشريعة في هذا النوع من الشزوز الجنسي هو التحريم بل هو من كبائر الزنوب فلا جزم مورسته لا مع نفسه ولا مع زوجته فان مخالفة الفطرة التي خلق الله الناس عليها لا تأتي الا بالويل والفساد والله سبحانه خلق الرجل بصفات الرجولة التي لا تحتمل لباس النساء ولا تحتمل التشبه بتصرفتهن ولا شك ان من يتطلب التخنص بل واستمتع به ويراه محققا لشهوته هو من المرضى الذين يصنف الأطباء مرضهم ضمن الشزوز وبسموه كده اسمي يعني ولهم برامج علمية وسلوكية في علاج مثل هذه الحالات التي تعرض عليهم فينبغي على كل مبتلة بمثل هذا السلوك اللي تردد في مراجعة الطبيب النفسي كي يشرف عليه في علاجه من مرضه وذلك للوقت انا هقدم لكم حديث مع تصحيحة على الشاشة واسيب معاكم سؤال اخر الحلقة اول حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل بها عند النوم سلاسة في كل عين والتصحيح قدامكم على الشاشة الحديث اللي بعده دخل رسول الله مكة وله اربع غدائر تعني ضفائر والتصحيح قدامكم وفي الشبائل الترمزي سئل ابو هريرة هل خضب رسول الله قال نعم وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه عن ابي داود ان النبي كان يصفر لحيته بالورس والزعفران والورس نبات كالسمسم أصفر والزعفران نبات ولون ورائحة طيبة يبقى الرسول كان بيلبس مرتع عائشة بيتكحل وعمل شعره دفاير وبيصبخ شعره أحمر واصفر طيب بقي ايه الرسول ما عملوش انه يتشبه بالنساء انا عايزاكوا اتخيلوا المنظر دا في الشارع كده لو شفت واحد اعمل دفاير واننيمت كحالة وعمل شعره أحمر ودقنه أصفر وماشي في الشارع هتقولوا علي ايه هل دا مش تشبه بالنساء وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين و جيم